في خبر عاجل للمغاربة رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء يوضع للمغاربة أن الهزات الارتدادية عقب الهزة الزلزالية التي ضربت المغرب يمكن أن تتواصل مضيفا أنه ينتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي بشكل نهائي وكشف ناصر جابور رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء في تصريح حصري لجريدة إسبريسا المغربية عن الارتدادات بعد حدوث زلزال كبيرة أمر طبيعي لكنها ستكون أقل حدة من الهزة الأولى وتكون ارتدادات ضعيفة مضيفا أنه لا يمكن توقع ساعة حدوثها بالضبط وتابع ذات المتحدث ثاقا إلى أن أو في حديثه مطمئنا المغاربة أو المواطنين المغاربة أنه لا شيء يدعو للهلع والخوف في الوقت الحالي مضيفا أن منطقة الحوز ونواحم الراكش هي من سجلت هزة قوية عن باقي المدن المغربية الأخرى وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية ليلة أمس الجمعة بجماعة إغيلا بإقليم الحوز بلغت قوتها سبع درجات على مقياس ريشتر هزة أرضية ضربت معظم مناطق المملكة المغربية وجعلت ملايين المغاربة يخرجون من منازلهم في مشهد مرعب ووثقت صور ومقاطع فيديو لخروج المواطنين المغاربة من منازلهم إلى شوارع خوفا من حدوث انهيارات خاصة القاطنين بالعمارات السكنية كما وثقت مقاطع فيديو أخرى لهلع أو للهلع بين عدد من المغاربة في مركز تجاري حيث سارعوا بالخروج فورا خوفا من حدوث انهيارات أو هزات زلزالة ارتدادية هذه الهزات الزلزالية التي ضربت عددا كبير من المدن المغربية منها الدار البيضاء والرباط القنيطرة وسلوم الراكش ومدينة أقادير والمحمدية وخرج المواطنون من منازلهم بسرعة خاصة القاطنين بالعمارات السكنية